أكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار حالة الاستنفار بكافة جهاتها للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول واستمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخرات السيول ومخرات السيول أيضا والتأكد من جهزيتها لاستقبال الأمطار جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وإجراءات التعامل مع فترة أقصى للإحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة شهد الاجتماع استعراض موقف أعمال تطهير الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات دمن المشروع القومي لتبطين الترع شكرا